السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم أنا أحمد جابر وبرحب فيكم بقناة مليون طريقة زي ما بتعرفوا إحنا بدأنا سلسلة اللي هي فن تقنية سكب الألوان وبالفن هذا أو بالتقنية هاي بسكب الألوان بالذات فيه طرق كثيرة لسكب الألوان فيك تستخدم فيها أدوات وفيك ما تستخدم فيها شيء فاليوم إحنا جايبين طريقة من مئات إذا مش آلاف الطرق اللي منسكب فيها الألوان وحنشوف في الآخر من خلال الطريقة هاي إيش الشكل راح يطلع معنا طبعا زي ما اتفقنا سابقا إنه في تقنية سكب الألوان يعني صعب إنك تتكاهن إيش الشكل راح يطلع معنا وممكن في بعض الطرق إنك تتوقع حتى 30 أو 40% من الشكل راح يطلع معنا ولكن صعب إنك تتوقع 100% فبالتالي يلا نشوف الطريقة هاي ونشوف شو الشكل راح يطلع معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما تعودنا صلوا عن نبي اللهم صل على سيدنا محمد والموضوع يعني هاي الفيديوهات فيديوهات عملية فإحنا راح ندخل على الموضوع مباشرة ونبلش في عملية السكب يلا معي على الفيديو زي ما انتو شايفين معنا طبعا إحنا اللوحة مسبقا اعملنا لها أساس إلى كامل اللوحة باللون الأسود وعلى فكرة المرة هاي مش راح نستخدم ألوان كثير راح نستخدم لونين فقط اللي هم الأسود والأصفر طبعا اللي مستخدمينه إحنا هون اللي هو يعني كيف بتحكي لكم إياها اللي هو خليني نحكي قاع زجاجة بيبسي أنا قطعتها تمام ونظفتها بشكل كويس على أساس أني أحطها وأسكب فيها وتعطيني توزيع متساوي للخمس جهات زي ما انتو شايفين يعني هو مش متساوي 100% ولكن تقريبا خليني نحكي 80% والتقنية سهلة جدا زي ما انتو شايفين احنا هون نسكب شوي أصفر وشوي أسود شوي أصفر وشوي أسود تمام وتركين الألوان أو تركين اللون يمشي براحته يعني مش خلص هو بينزل وبياخد الشكل اللي المفروض ياخده يعني مش إحنا بنتحكم فيه إحنا بنتحكم في مثلا آلية السكب إنه مثلا تكون أسود وأصفر ممكن أنا مثلا أعملهم ثلاث ألوان ممكن أعملهم أربع ألوان تمام هنا ممكن الإختلافات تصير طبعا أنا عملت حركة في يعني في الفيديو الآن رح تيجي معنا على ذكرها رح نيجي على ذكرها تمام يعني شوي هيك عملت لي اختلاف بالشكل طبعا اختلاف الحمدلله كان إيجابي يعني الحركة هاي لما عملناها كانت اختلافة إيجابي زي ما انتو شايفين طبعا تقريبا تقريبا في الخمس خليني نحكي في الخمس ممرات أو في الخمس مجاري قاعد بطلع عندنا نفس الشكل لحد الآن ما صار أي شيء لو لاحظتوا بلش يعني يعني هو متساوي تقريبا في كل مكان بس في زاوية وحدة زي ما تحكوا شوي هيك كانت مش متساوية صعب تتكهن صعب يعني شوف تقنية سكب الألوان يعني خليني نحكي تحدي شوف كل الناس اللي بيشتغلوا بتقنيات سكب الألوان ما في أحد راح يعطيك إيش الشكل اللي راح يطلع معه حتى يعني أنا هاي الشغلة عملتها عملتها في فيديو سابق إنه جبت نفس ترتيب الألوان ونفس ترتيب السكب ولكن ما طلع معي نفس الشكل تمام وهو اختلفنا يعني استخدمنا تلت مواد مختلفة استخدمنا سيروم الشعر ودابليو دي فورتي اللي هو دواصدة واستخدمنا اللي هو كيو توينتي برضو دواصدة ولكن من نوع ثاني وطلع معنا ثلاث أشكال مختلفة شايفين هاي الحركة اللي أنا بحكي لكم عليها يعني شفت هيك أعطتني شكل إيجابي يعني عامل خليني نحكي زي ورق وردة أو إشي زي هيك طبعا في شغلة لو لاحظتوها أنا ميلت أو يعني لفيت اللي هو البلاستيك هذا اللي هو قاعر الزجاجي خليت المجرة يسكب بالنص بين خلينا نحكي بين الورقتين ماشي خلينا نمثلها ورد ورد مثلا شايفين فصار عندي زي ما تحكوا عندي الشكل الأولاني وعملنا شكل جوه الشكل الأولاني نفس الترتيب برضو طبعا الآن إحنا راح نشيل طبعا شوي بدها شوي هيك طولة بال ما بدها سرعة الآن راح نعمل نفس الحركة الأولى ولكن بالعكس بالاتجاه المنتصف يعني باتجاه المنتصف خلينا نحكي الوردة يعني زي ما انتو شايفين الشكل تقريبا يعني طلع كتير رائع حلو جدا يعني نتيجة كتير حلوة بالنسبة لتقنية سكب الألوان زي ما حكينا سابقا صعب انك تتوقع الشكل اللي راح يطلع معه ولكن هنا احنا كنا زي ما تحكوا متوقعين 30 إلى 40% انه راح يطلع معنا شكل شوي منتظم شوي مش كثير يعني هو فيه شوية عشوائية ولكن يعني كان منتظم أكثر هذا كان فيديو تابعنا اليوم وهي كانت معنا طريقة من مئات إذا مش ألاف الطرق اللي حكينا اللي هي بتقنية سكب الألوان وإن شاء الله راح ييجي معنا مستقبلا تقنيات كثير وطرق كثير لعمليات السكب ورح نشوف كل طريقة كيف راح يكون تأثيرها أو كيف راح تعطينا أشكال تابعونا إذا عجبكم الفيديو شاركوا مع أصحابكم اعملوا لنا لايك على الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة في عنا قواعم تشغير روحوا يشوفوها موجودة تحت بالوسط كان معكم أحمد جابر أسيبكم بحفظ الله ورعايته السلام الله عليكم